اشتركوا في القناة او تتأخر الاستجابة لماذا تتأخر الاستجابة هذا السؤال في الحقيقة انت انسان يقف بباب الله يدعو الله تعالى ان يكشف الكثير مما يصيبه من لأواء في حياته او يحتاج الى قضاء حوائش او يحتاج الى دفع ضر فهو يدعو الله تعالى ولا يرى الاستجابة ويسأل هذا السؤال وهذا السؤال يا اخي يسأله كثير من الناس وخصم يعرف ان شاء الله في فقه التعامل مع الله عبر الدعاء خصم يعرف اولا يا اخي الدعاء هو العبادة هو مخ العبادة انت من انت دعيه واسم ركد دير انت تدعو الله تعالى قال تعالى في كتابه في اواخر سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم الله لا يعبأ بكم لو لا دعاؤكم فالانسان الفقير ليس له بين يدي الله الا ان يدعوه اذا فانت تعبد الله ثانيا اذا كنت تدعو وانت تعبد الله فمعنى واسمه انك تحقق اعظم ما يريده الله منك وهو العبودية ان تكون عبدا لله الثالثة انك حينما تكون عبدا لله وتدعوه فانت مأجور عند الله تعالى يكفي انك تعرف انك تعبد الله بالدعاء وان الله يأجرك ويثيبك صافي هل استجابة هي ذلك الاجر الذي يعطيه الله لك اما قضية ان ترى الان ما تريده انت فما تريده انت ربما سبحان الله لا يكون الخير لك فيه قاسد ربي ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير يا ربي زوجني فلانا ولو استجاب الله الدفلانا تدخله النار تدخلك النار انت بتعرف يا ربي خدمني في هذه الوظيفة وانت تعلم ان الله لو استجاب لك لكانت تلك سبيلك الى النار يا ربي اعني على قيام الليل فيصرف الله عنك قيام الليل لان الله يعلم انه لو وفقك لقيام الليل لأصابك الغرور والعجب ولا احبط الله عملك وكنت تشوف روحك بانك ولي من اولياء الله حتى في القضايا انت طعنت عربي في بعض الاحيان تدعو الله ان يوفقك لها والله يصرفها عنك رحمة منه بك حتى لا تكون ذلك سببا في ان تصاب بالغرور اياذا بالله هذه واحدة ثانيا تأخر الاستجابة الله تعالى يقول دعوني استجب لكم قال عمر انا لا احمل هم الاستجابة احمل هم الدعاء لان الله صادق وما نصدق من الله اقيل ولكن وين سبق وما معنى الاستجابة الاستجابة تكون على اربع احوال الحال الاول ان يعجل الله بالاستجابة لك في الدنيا وهذا انت ما تشوف هذا شيء مختلف يدعي يحقق خالي ثانيا ان يؤخر الاستجابة في الدنيا اربعين عام ثلاثين عام سيدنا موسى ربي اطمس على قلوبهم اشدد على قلوبهم واطمس على اموالهم فلا يومين احتروا العذاب العليم قالوا قاد يستجيبت دعوتكما في استقيمة وش حال؟ اربعين سانة بعد هذا الدعاء واربي قالوا نستجك وبقى يستنى اربعين عام حتى اهلك الله وفرعون يعني موسى دعا سيدر بليوم باش يهلك فرعون وبقى اربعين عام وهو قالوا لقد يستجيبت دعوتكما اذا هذه الثانية الاستجابة المتأخرة الثالثة ان شاء الله تبارك وتعالى ان يرفع الله عنك بهذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم وانت لا تعلم تقول يا رب اعطيني يا رب اعطيني فالدعاء يرتفع فالله تعالى يعطيك احسن مما طالبت واسمه هو ان يصرف عنك من السوء اذ لو نزل بك ذاك السوء له لكت فانت تدعو الله تعالى مثل ان يعطيك شيئا لكن الله تعالى يصرفه فيما هو خير لك فيصرف عنك البلاء هذه الثالث والرابعة انه لا يستجيب لك لا عاجلا ولا عاجلا ولا يصرف عنك البلاء بل يتدخره لك يوم القيامة وانا ذاك يوم القيامة حينما طرى ان كل دعاء دعوته فلم يستجب لك بذكت ثلاثا تعالى الطرق دعا الاستجابة وطرى الاجر العظيم الذي يعطيه الله لك تمنيت هينها ان لو لم يستجب الله لك لأي دعاء في الدنيا لما يرى من فضل الله على من دعاه حينما يصب عليه الثواب والاجر صبا صبا ولذلك من أدب العبد مع الله ان لا يقول ربي دعوتك فلم يستجب لي قال النبي استجيب الله للعبد ما لم يقل دعوتك فلم تستجب لي بعض المسايا الخرى إن شاء الله إذا أردت يستجيب الله هدو عليك لا تأكل الحرام الحرام يغلق أبواب الاستجابة الثانية الذي يترك دعوة إلى الله الأمر بالمعروف ونعي المنكر قال رسول الله لا تأمرنا بالمعروف ولا تنعينا المنكر أو لا يدعى الصلاح أعاكم فلا يستجاب يا ربي استرى هذه الثانية والثالثة إن شاء الله أن تدعو أنت موقن بالإجابة موقن بالإجابة أن تدعو قلبك حاضر وليس لاهن وهذه أمور إن شاء الله تعالى تحدث عنها الكثير من إخواننا فنسأل الله تعالى يوفقناني في الخير وأن يرزقنا التوفيق والصدق وصل الله على حبيبنا الله